اشتركوا في القناة الناس بتقبل على الدولار لسببين اما ان هو وسيلة للتعامل مع العالم الخارجي تشتريه وبتبيع في الاخر خالص الناس اللي برا بيختاروا عملتين 3 اربعة كده كبار بيبقى سهل انك انت تحول من دال ده ومن ديل دي فتحول باليورو ممكن تشتري دولار من الدولار تجيب بين ياباني من دين تجيب يوان الصيني في نهاية العملات ده هي متوفرة وبتستخدم على النطاق واسع جدا لكن في نفس الوقت فيه سنة تاني قالوا وهو انها مخزن للقيمة يعني ايه مخزن للقيمة هو بيقولك ما تحطش كل البيض بتاعك في سلة واحدة لو اتخبطت ضع منك كل حاجة فنفس الفكرة خلي شوات فلوس بالجنيه شوات فلوس باليورو شوات فلوس باليين شوات فلوس بالدولار الى اخر فبيسموها مخزن للقيمة لو اقتصاد الدولة الف تركيا وقعت وانت معاك شوات ليرات تركي بقى هتندر في حدود النسبة اللي عندك من الليرات التركي داية لو حصلت مشكلة ما في دولة تانية فلو انت عندك عملة هذه الدولة فبتندر لكن لو انت كل الفلوس اللي معاك بعملة دولة واحدة وليكن الدولار والسبب او الاخر الدولار وقع انت يحصل ايه اتلاقي نفسك وقعت معاك فبقى مخزن للقيمة فعشان كده التنوع في العملات بيكون مهم احنا في مصر شاهدنا تجربة اللي هي تجربة التعويم شبه الكامل او الكامل للدولار وزي ما حالكم شفتوه بيعلى وبيوطى وبيعلى وبيوطى عامل كده زي ايه زي كرة اليو يو عملة تتحرك فوق وتحت وتحت وفوق بس الحبق الخبر الكويس انه في الاخر بيحصل استقرار بعد قد ايه ما عرفش ده اللي خليني اسأل استاذ تامر يوسف مدير قسمة خزانة باحد البنوك المهمة استاذ تامر هو اولا اهلا بيك وزيانيا هو الدولار ده هاستقر امتى ان شاء الله في تقديرك اه والله احنا شايفين الدولار هاستقر اه قبل نهاية السناد ان شاء الله اه الاول عاوز بس نتكلم على نظام التعويم هو نظام تعويم كامل مش شبه كامل يعني ما فيش تزاقق خالص بيحصل من البنك المركزي بعد توقيع اتفائية الصندوق وبعد برنامج الاصلاح الاقتصادي هلو استققق شوية وبعد اتفائية الصندوق النادي الدولي وبعد برنامج الاصلاح الاقتصادي مصر تنتهك نظام صرف معاوم بالكامل بدون ددخل من البنك المركزي وهكا طبعا عارف ان اي نظام تعويم يتفاعل سعر العملة مع معطلات السوق وجانب العرض والطلب تمام كده احنا لسه في المنطقة دلوقتي بنتحسس منطقة التوازن المنطقة اللي بتحق اللي بتحقق اهداف السياسة النقدية للبنك المركزي ودي هتاخد وقت مع طبعا زيادة طبقات اللي هتيجي ان شاء الله من السياحة بعد رفع الحظ على مصر من بعض الدول مع سمارات الاجنبارية الغير مباشرة اللي بتاري تتيجي من شهر يناري 2017 اللي هيا كان مختفية من 2011 هذه السمارات الاجنبارية الغير مباشرة نسمية الهوتماني اه اكمل رحلة لاحقا ان شاء الله مع قانون السمار الجديد مع تنمية القطاعات التصديرية تحولات المصير كل ده هيقدي في الاخر الى وصول النقطة المنطقة اللي احنا متكلم عليها اللي بتحقق اهداف السمارات المجل المركز دي احنا متوقعين حريك بتوين 15.5-16 جنيه يعني لو اعود بسا واضح اللي حصل الفتر اللي فاتت عشان فيه كلام كديه كان بيتقال ايه سبب الطروع ايه سبب النزول فيه لحظات شوية عند الناس تمام كده في اخر تلات اثباح حريك شهدت عوضة الاسمارات الاجنبية الغير مباشرة ودي مهمة جدا يعني الهدف بتاعنا الاساسي هو عوضة الاسمارات المباشرة بس هكفر لنا بين الاتنين عشان اللي مش متخصصين افهموا شوية تمام النسبة للهوت ماني او الاسمارات الاجنبية الغير مباشرة هي سندي اجنبية ومستثمرين اجانب يبحثوا عن المكاسب العالية المكاسب سريعة في الدول الناشئة عن طريق الاقتصمار في ادوات الدين اللي هي الازون الخزانة والسندات الحكومية فيجي يخش لسوق المصر بسعر معدلات عائد على ازون الخزانة 18% يبيع الضراري ساعتها على 17 جنيه ونص بعد 3 شهور هو شايف في برنامج اصلاح اقتصادي في عوضة الساقة للاقصاد المصر فسعر العملة هركوة بتاع الجنيه وبالتالي بعد 3 شهور ريجي شير جنيه ب15.5 جنيه يبقى كسب هنا كابتال جين ها عن طريق فرق سريعة العملة وكسب ايضا العائد على دوادي الدين طب احنا كنا مختفيين بقى لنا خمس سنين عن حسابات هذه السنة دي ها هي السنة دي بتخش في السواء الناشئة زي ما احنا نقول برازيل الارجنتين كل هذه الدول كل دولة لها وزن نسبي وفقا المخاطر بتاعتها فهما تشايفين دلوقتي المخاطر في مصر مقبولة ها بعد استفاء الصندوق بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاح مصر طبعا في طارح السندات هذا الشهر ده ها ففي فرصة عندهم بس التمرير نيجي بقى للتمرير اجنال مباشرة وده الهدف الاساسي بتاع الدولة والحكومة ها اللي هي بتخلق فرص عمل جديدة بضخ تلوص الاقتصاد ها عشان تماول النمو اي نمو محتاج تمويل تمويل ده بيجي من كزة حيث تلت طرق لاما من البنوك عن طريق الاقتمان لاما من اسواء المال عن طريق اه كتبات الجديدة او من الصمات الاجنمية المباشرة تمام معادل الدخار للأسف دون العشرة في المية احنا محتاجين تلاتين في المية معادل الدخار عشان نوصل لمعادلات ممو فوق الحنسة في المية فالفجوة دي بتسد عن طريق الصمات الاقتمانية المباشرة بتيجي بتضخ الفلس في الاقتصاد تعمل مصانع تشغل عمالة تمويل عملية النمو الاقتصاد فالصمات الاقتنمية الباشرة مش هتيجي قبل ما بتيجي الاول بتعمل تختبر السوق الدخول والطلوع البيئة التشريعية والقانونية والاقتصادية وبعدها اللي احنا بنسعى آآ إليها تمام خليني أشكرك كستاذ تامر يوسف مدير قسمة خزانة بأحد البنوك وخلوني أقول لحضراتكم يعني وجهة نظر المتوضع بشأن الحكاية ده كاتجاه عام أنا مش سمع يا عمد آي حاجة كاتجاه عام آآ في عجز مدام في عجز في الميزان التجاري بتاعنا يعني الميزان التجاري اللي هو علاقتنا بالعالم الخارجي فيما يتعلق بالسلع والخدمات مش هتخل في التفاصيل الفنية إنما هو زي الميزان لو أنت بتصدر أكتر ما بتستورد زي ألمانيا مثلا فيبقى ده معناه أنه الطلب على عملتك هيفضل يزيد 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 وبالتالي هتلاقي قيمة العملات الأخرى في مقابل عملتك بتقل 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 لو أنت زي عندنا كده عندنا عجز بتاع عشرين حاجة وعشرين مليار دولار ما بين اللي إحنا بنصدره واللي بنستورده يبقى هيظل سعر الدولار عمال يطلع وينزل والاتجاه العام صعودي يعني طبعا الكلام لسلس تامر إنه حدود خمستاشر جنيه خمستاشر جنيه ده ده رقم معقول بتقلوا عدراتكم ممكن من أوائل الحلقات اللي عملتها هنا وممكن كلام ده حتى لما كنت في المحور كنت بقوله كنت قاعد مع حد يعني اقتصادي كبير وقال لي هي حزبة بسيطة كمية الجنيهات يعني مش هتخل في تفاصيل بقى الجنيهات دي بتحزب إنهم كمية الجنيهات الموجودة في مصر لو أسمتها على كمية الدولارات الموجودة في مصر سواء جوة البنوك أو الناس حشايا لنا تحت الترابيزة هتلاقيها في حدود 14.9 بل يبقى السعر الطبيعي المنطقي اللي مفيش فيه مضاربة ومفيش فيه مبلغة اللي فوض يكون في حدود 15 15 جنيه ده يبقى السعر معقول بس برضو وده بقى لحضراتكم إنه ده عامل كده زي درجة حرارة الإنسان ما هو حضرتك لو جالك شوية برد ممكن ده الحرارة الإنسان ترتفع لو مش عارف فجالك يعني ممكن ترتفع وتنخفض وفقاً ليه حاجات كتيرة بتحصل حواليك زي دقات قلبك ولو بتجري شوية هتلاقي زادت لو قعدت ساكن كده أو نمت هتلاقيها فنفس الكلام هيفضل تطلع وننزل نطلع وننزل ده بقى السؤال اللي الناس كلها بتسأله لبعضها هو أنا لو معايا دولارات أبيعها ولا ما بيعهاش أنا ما أقدرش أقوم لك على السؤال ده أنا ما عرفش الظروفك إنما أنا في حالتي عشان أنا عندي أسرة بره مصر وكلام زي كده أنا بحاول أحافظ على الدولارات على قد ما أقدر لأنه أنا محتاجها لو في يوم من الأيام عملتها إنما الدولة من ناحية والإغراءات من ناحية تانية بتخلي ناس كتيرة تفكر في إنها تحول من الدولار للجنيه حال ده قرار حصيف ما أقدرش أقول لك آه أو لا لكن خلي جزء من فلوسك بالدولار وجزء من فلوسك بالجنيه الجنيه ما هواش وقع أو كده يعني مصر مش بتنهارق في ناس تقول لك لا عم خلينيه في الدولار بس يعني أنا مش حادر أقول لك لا بس في نفس الوقت أقول لك اللي بيحصل في مصر بيقولوا إن الأمور بتزداد استقرارا يعني لو أنت لقيت وعاء اه ادخاري سي دي اسمها مش سي دي يعني آه شهادات استثمار ولا الحاجات اللي هما بعملوها ده هيك آه بالجنيه المصري ويجيب لك فايدة عالية لا توقع الله يعني حاجة حد بعيتلي بيسألني عليها في على السوشيال ميديا بيقولي إيه الدولار الجمروكي ده بصوا على ناراتكم وهو أعمالها تطلع وتنزل تطلع وتنزل حضرتك لما بتروح تستورد من بره بالذات اللي بيستورد هي ملايش علاقة إلا بالمستوردين يعني لابتستورد من بره تستورد تلفونات تستورد مجات هتستورد وإحنا ما شاء الله بنستورد حكي جريه طبعا تستورد على أساس الدولار كام وهو أنت هممكن تستورد النهاردة على أساس الدولار بكذا 15 جنيه وبعد أن تيجي وإنت بتدخل تيجي دفع الجمارك تكتشف أنه لا ده 17 فتلاقي نفسك خسرت فبتيجي البنك المركزي بالاتفاق مع وزارة المالية يروح بحدد لك رقم يقولك إيه إحنا المدة أسبوعين مثلا الجمارك هتتحسب على سعر كذا للدولار فبالتالي أنت وإنت بتخطط تبقى عارف أنه هو ما بين كذا وكذا وعادة اللي بيبقى التغييرات طفيفة عشان تساعدك أنت كمستورد إن كذا نتاخذ القرارات الصحة في حاجة بقى اللي علاقة الشباب من بتوع السوشيال ميديا جابوها الدولار لن ينخفض بل سيرتفع هم جابوا شوية دولار بالسندات اللي باعوها ويرجع الدولار يرتفع والأسعار هتزيد تحويل جمرق قناة السويس ده ده رضا الشحات بيقول كده أحمد المالكي بيقول تحويل جمرق قناة السويس من الدولار إلى جنيه مما يؤدي إلى شرق كل العابرين الجنيه وإدخال الدولار يعني ممكن نعلق على دي لأ أنت عندك أنت عايز تطبع جنيه اطبع جنيه أنت قيمة أنك أنت يعني فكرة أنت تتخلي قناة السويس بالدولار العبور فيها بالجنيه آسف ده مش يحل المشكلة لسبب بسيط أنه يعني ده خمسة كله بخمسة مليار ستة مليار دولار في السنة لو قلتول لأ بتجيبيش خمسة ستة مليار دولار جيبهم لي جنيهات عارف يعمل إيه؟ هيشتري الجنيهات مين أنا؟ من معتز من إبراهيم من خالد من طارق من وفاء من أي الناس العادية ويبقى خدتوا أنت يبقى الدولار اللي كان رايح للحكومة أنت بيحطتوش للحكومة أنت دول معتز دول بشر لأفراد عاديين وهم دولهم تقدوا للجنيه إنما هو إحنا عايزين الحكومة هي اللي مزنوقة في الدولار مش معتز اللي مزنوقة في الدولار فأنت لما تقول للسفن اللي معدية ادفع بالجنيه أقول لك أجيبي الجنيه من إيه؟ أجيبه بمعتز هو معتز بني وما بينه نقدم إيه؟ نعمل شوية بيزنس إنما إحنا قضيتنا أن الحكومة هي اللي محتاجة الدولار الحكومة هي اللي بتستورد مش عارف الغاز والسولر والبلوة دي كلها والأكل والأمح والحاولة دي ففي الآخر خالص أنت كنت هتفلس بحكومة أو هتضيع من الحكومة مصدر من المصادر الأساسية بتاعتها بالدولار يعني في الأخير أنا أغتنيت أشكرك بس ده هيخلي البلد تواجه مشاكل صعب فالمنطقنا تفضل بعمل أجنبية اللي هي في حالتنا الدولار في واحد اسمه علي سليمان بقول لك وإنتم بتشتغلوا إيه علشان تفتف اقتصاد مصر ولا أي حاجة الأستاذ محمد يوسف بيقول الحل الرجوع فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق يعني هو موجود في مجلس استشاري بتاع البنك المركزي وأكيد يعني كتير من تلاميذه موجودين في مراكز صنع الخرار حمدي آسيم هو رجل توقع ارتفاع سعر الدولار بسبب قلة الانتاج خالد سويدا أقول لك أول أسباب طارق عامر محافظ البنك المركزي هو يعني مش عارف يبدير اقتصاد البلد ويسلموا الأمر لأهله بجمع أكبر عمل من الخبراء الاقتصاد والاستماع لهم مع وضع كل منهم خطته ورؤيته لحل المشكلة ثالثاً وهو الأخطر بحث الملف الأمني بحثاً جاداً بعيد عن شغل المؤامرات والأجندات وغيره من الكلام الذي يجعل من كل أجنبي هو عدو للشعب المصري من مساهمة في كره كثيرين من المصريين للأجانب دخلت سويدا بيقول كلام إيه في السكة إن احنا لازم نستعين بأهل الخبراء والاقتصاد أنا أعتقد أن هم موجودين أنا مش متأكد قوي أن الطريق عامر يعني شغاله واحده لا الموضوع أكبر من أنه ده قرارات فردية إيهاب محمد بيقول أتوقع ارتفاع الدولار للأسف وأعتقد الحال أن تحدث دولة صناعة أو اتنين ويتم إنتاجهم بجودة عالية جداً وسعر رخيص قدر الإمكان ولو هنخسر في البداية إلى أن يكون منتج ذا ثقة عالمية وهذه بداية الدعاء لمصر منتجاتها بالكامل أو المنتجات التركية صنعت تلك الدعاية بمصر كانت الصابون والملابس فنتخيزهم أيضاً بداية لصناعة الثقة في المنتج المصري يعني كأنه بيفكر بمنطق الإحلال محل الواردات بدل ما نستورد كل حاجة طيب ما نحاول ننتجها هنا في مصر وقعند لها بقى رموز وطنية يعني تخيل كده ما تخيل طبعاً أنا معرفش أنا مجنون ولا لو كل الناس اللي حركوا بتفرجوا عليهم في التلفزيون دولومة والفنانين ولعبة الكورة اللي ماليني الدنيا دول كله قال لك أنا السنة الجاة دي كل لها مش هشتري لمنتج مصري اسمك بقى من الماركات واللي مش عارف ايه معمول في فرنسا واللي مش احكول أنا هنلبس منتج مصري تخيل كده عضلتك لما جاي أقول لك أنا والله ده منتج مصري شكراً يعني المهم ما جاي أقول لك أنا كل الحاجات اللي عميسيها منتج مصري مش عايزين استورد أي هدوم من برا مش عايزين استورد لا كوتشي ولا جزمة ولا أي بتاع أنا رب عرفش عمل بقى حكاية والمبادرات ونوع ده من الزلطة اللي الناس بتعملنا دي هم أشتر مني في الحاجات دي لو حد عايز يعنيه عميلا يعمل بس فكرة ان كل رموز المجتمع في الفن والرياضة والكلام ده يعني أصلا هي الفكرة ايه بصوا عدراءات قول لكم حاجة أنا عشت برا مصر شويتين لو أنا شفت في أمريكا شاب أو شابة لابسة لبس عميق قوي وشياك قوي ومش عارف ايه ليه حرف مصر بسميها ماركات تعرف ان هو شاب مدلل كيفي ما بيعتمدش عنافسه بيعتمد على أبوه وامه والحاجات دي إنما انت في مصر لو لقيت واحد فتلاقي بص الطلبة بس هم بتوعي برا أو اللي باس بشوفهم في المحلات ليه لابس لبس بسيط جدا ايه اللي بتاعب خمسة دولار ومش عارف ايه لين هو بيقولك أنا باعتمد على نفسي مش عارف بقولكم اللي بيحكم سلوكنا وتفكيرنا هو ايه الفكر اللي عنده إنما لما تقول لي إنه أنا لابس لبسي شيك برا ده يعني انك انت ملكش لازمة في المجتمع انت عال على المجتمع ما بتضيفش حاجة احنا بقف مصر العكس لازم نجيب الماركة الفلانية والبتاع العلانية ومش عارف ايه لازم يكون ايه اصل ده جاي منين مين التافي انا مش هجاوب مين التافي خلاص خلص الدرقة دي فالمهم يعني موضوع الدولار ده لو احنا نقدر احنا كمجتمع نسيطر على استهلاكنا من السرعة الاجنبية بالذات غير الضرورية ايه شي نبس على مش عارف يعني نقولك الناس بقى المهم خلاص انا خلصت حيات الدايات هطلع فصل وبعد الفصل اكلمكم شوية على الرجل اللي انتربقنا اسمه تربق